واضح؟ تفضل أين يقرأ القرآن؟ أين تقرأ القرآن؟ أقرأ القرآن في المصلة أين تقرأ القرآن؟ أقرأ القرآن في المصلة تفضل أين تشاهد الكلفاز؟ لا أشاهد أشاهد التلفاز في الغرفة أين تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز إسألها أين liktag أين تتوضأ 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 أين تتوض أين تنام؟ أنام في الغرفة النومي أين تنام؟ أنام في غرفة النومي لا تقول في الغرفة النومي في غرفة النومي نعم أين تقصل الملابس أغسل الملابس في الحمام نعم أين تغسل الملابس؟ أغسل الملابس في الحمام واضح يا أفوان؟ واضح إذن تذكر عندما تسأل تستخدم تفعل تصلي تقرأ تشاهد تتوضأ تغسل الأطباق ينام تغسل الملابس عندما تسأل أقرأ القرآن أشاهد التلفاز أتوضأ أغسل الأطباق أنام أغسل الملابس الثاني الثاني هو كيف تسأل المذكر وكيف تسأل المؤمنة؟ عندما تسأل المذكر أقول ماذا تفعل؟ هذه الجواب أقرأ القرآن أكتب الدرس أغسل الملابس أكو الملابس أغسل الأطباق أكنس الغرفة and so on if I ask مؤنث then I say ماذا تفعلين؟ and the answer is the same أقرأ القرآن أكنس الغرفة أغسل الملابس أكو الملابس أغسل الأطباق أقرأ القرآن أكتب الدرس and so on now remember here again that the verb under the pictures are the default هو so when you ask you don't say ماذا تكنسوا no you say ماذا تفعل الجواب أكنس الغرفة ماذا تفعلين the second one أشاهد التلفاز واضح؟ so the question in all of them you say ماذا تفعلوا للمذكر ماذا تفعلين للمؤنث الجواب you use أفعلوا أكنسوا أشاهدوا أقرأوا and so on واضح أولدود؟ okay يلا إبرا يا عبد السلام ماذا تفعلوا ماذا تفعلوا نعم أقرأوا القرآن no no the picture the first picture أقنسوا الغرفة ماذا تفعلوا أكنسوا الغرفة next next ماذا تفعلين تشاهد نوش أشاهدوا أشاهدوا التلفاز أشاهدوا التلفاز so ماذا تفعلين أشاهدوا التلفاز نعم بس الياب ما أبري ماذا تفعلين ما أقول أقرأ 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 أصحيثة ماذا تفعلوا أقرأ الصحيثة تفضل ماذا تفعلوا أقوى الملابس ولدان ماذا تفعلوا أقوى الملابس ماذا تفعلين أغسل الأطباق ماذا تفعلين أغسل الأطباق ماذا تفعلين أقرأ كتاب ماذا تفعلين أقرأ الكتاب إذن إذا أردت أن أسأل مؤنث ماذا أقول ماذا تفعلين إذن إذا أردت أن أسأل مذكر أقول ماذا تفعلوا المؤنث ماذا تفعلين الجواب the same أقرأ إذا أقرأ فوربوث أغسل فوربوث أقرأ فوربوث and so on Next now التدريب أربع تبادل السؤال والجواب مع زميلك الآن هنا نستعمل المستقبل الفعل في المستقبل ماذا ستكنس الآن هذا العمل في المستقبل this is what you are going to do سأكنس غرفة الجلوس I remember here again when they put the verbs in the exercise they put it in the default you have to add سأكنس تا for the question and سأ and أ for the answer واضح yes طيب يلا أؤمن ماذا تقسل ماذا ستقسل ماذا ستغسل ماذا ستغسل سأغسل الملابس نعم ماذا ستكوي ماذا ستكوي ماذا ستكوي سأكول سأكول ملابس والضن ماذا ستكوي سأكول ملابس نعم ماذا 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 ستصلي ستصلي ماذا ستصلي ماذا ستصلي ماذا ستصلي سأصلي الفجرة نعم سأصلي الفجرة ماذا ستقرأ سأكرأ القرآن ماذا ستقرأ سأقرأ القرآن نعم ماذا ستشاهد ماذا ستشاهد سأشاهد التلفاز ماذا ستغسل الأطباق remember when you ask you use ماذا ستفعل ماذا ستكنس ماذا ستقرأ ماذا ستكوي and when you answer you use أفعل سأكوي سأكتب سأقرأ and so on and we'll go to the next page which is ملخص التراكي summary of all these grammatical structures look at the first rule and see what's the rule there look at them and see what's the rule first one is noun followed by the verb is مفعول به منصوب نعم well done so إذا كان الفعل بصيغة أفعل أقرأ أكنس أشاهد أقرأ أغسل then the noun after it ism after this verb will be مفعول به what منصوب مفعول به منصوب منصوب أقرأ القرآن أقنسل غرفة غرفة أشاهد تلفازة أقرأ أصحيفة أغسل ملابسة so in all of these the verb in the format of أفعل and the noun after it is مفعول به الآن this is if it is present if it is future المستقبل what we add what we add S so it will be the same the same rule applies سأقرأ القرآن سأقرأ القرآن or سأكنس الغرفة سأشاهد التلفاز سأقرأ الصحيفة سأغسل الملابس ما شاء الله سأقرأ القرآن سأكنس الغرفة سأشاهد التلفاز سأقرأ الصحيفة سأغسل الملابس الآن when I'd like to ask what are you doing so I use the question ماذا followed by الفعل so ماذا تفعل ماذا تكنس ماذا تشاهد ماذا تفعلين ماذا تكنسين ماذا تشاهدين so المذكر تفعل تشاهد تكنس المؤنث تفعلين تكنسين تشاهدين ستفعل مذكر واسم مؤنث تفعلين تكنس مذكر تكنسين تكنسين مؤنث تشاهد مذكر تشاهدين تغسل مذكر تغسلين تصلي مذكر تصلينا تستيقظ تستيقظين الآن في المستقبل أي أدسة سأقول ماذا ستفعل ماذا ستكنس ماذا ستشاهد ماذا ستفعلين ماذا ستشاهدين ماذا ستفعل ماذا ستفعلين ماذا ستكنسين وماذا ستشاهدين الآن when I'd like to ask about when you go to somewhere there's the structure متا followed by the verb then the location with the proposition which is إلى here متا تذهب إلى متا تذهب إلى متا تذهب إلى المدرسة متا تذهب إلى المدرسة متا تذهب إلى البيت متا تذهب إلى الطبيبي متا تذهب إلى المسجد متا تذهب إلى المهندس متا تذهب إلى العمي متا تذهب إلى العمي So let me check How you say it with المدرسة متا تذهب إلى المدرسة متا تذهب إلى المدرسة المدرسة العمل متا تذهب إلى العمي السوق متا تذهب إلى السوق When we say it's location so we also used it إلى الطبيبي إلى المهندس Yeah, we use here still location because the place of He can't go in to the doctor You can't go in to the doctor Yeah Yeah Okay Now when we say that when we answer this question We use We use أذهب الساعة أذهب الساعة الواحدة أذهب الساعة الواحدة back and forth up and down شكرا